على وقع القصف واستمرار خروقات النظام وروسيا يترقب الشمال السوري مخرجات القمة المرتقبة بين تركيا وروسيا وإيران الدول الضامنة لاتفاق خض التصعيد وذلك قبيل اجتماع هذه الأطراف في أنقرة يوم السادس عشر من أيلول الجاري في إطار مسار أستانة قمة تمثل برأي مهتمين بالشأن السوري فرصة ربما هي الأخيرة لتجنيب الشمال الغربي في سوريا تصعيدا عسكريا واسعا قد يضطر على إثره الجانب التركي للعودة إلى سياسة الأبواب المفتوحة أمام تدفق اللاجئين إلى أوروبا لدفع الدول الغربية لاتخاذ موقف ضاغط على الجانب الروسي لتثبيت الهدنة في محافظة إدلب ومحيطها ومع استمرار وقف إطلاق النار المفترض في مناطق خفض التصعيد شنت قوات النظام السوري قصفا على قرية الفطيرة ومواقع في حزارين والشيخ مصطفى في ريف إدلب أما بالنسبة للضامن الروسي فقد خرق الهدنة في وقت سابق هو الآخر وشن قصفا على منطقة الظهرة في ريف إدلب الشمالي الغربي الأمر الذي أدى إلى مقتل شخص نازح من منطقة أبو الظهور القصف الروسي لم يقف عند هذا الحد بل امتدى ليشمل قرية كفرمارس ما أدى إلى تدمير مبان دون إصابات بشرية قياديون في الجيش السوري الحر يرجحون أن ينفذ الروس والنظام والميليشيات الموالية له عملية عسكرية جديدة لاقتطاع المزيد من المناطق التي تسيطر عليها المعارضة السورية في محافظة إدلب ومحيطها وقد يكون ريف حلب الغربي مسرح العملية المقبلة للسيطرة على الطريق الدولي الرابطي بين حلب وحمى جرت العادة أن يشن النظام وحلفائه الروس والإيرانيون تصعيدا عسكريا قبيل أي قمة أو مفاوضات تتعلق بالملف السوري في مسعى لرفع سقف المطالب من المعارضة السورية المسلحة وهو ما يريده النظام بحسب مراقبين لإفشال أي مفاوضات عنوانها التهديئة ترجمة نانسي قنقر